ساعة قليلة ويهل عيد الأضحى إلا أن تحضيرات العيد وأجواءه في غزة هذا العام اختلفت اختلفاً كبيراً عن كل عام العيد هذا العام يأتي وسط أجواء خانقة في خيام النازحين أو بين أروقة المستشفيات بحثاً عن قريب أو صديق ما بين جريح وشهيد العيد لن يمر من هنا أو يطيب له مقام فهنا يسكن العويل واليتم والدمار وهذا كل ما يعرفه الفلسطينيون من حروف العيد العيد اللي كان قبل يجي سبعة قبل سبعة أكتوبر في السنوات الماضية كان يجي عشاب عيد صحيح عيد الناس تفرح الأطفال كله كله يفرح الأضاحة المواسم عيد كانت بهجة وسرور للناس بس يوم فش وين؟ وين العيد اليوم؟ كله حزن كله مآسي كله استشهاد كله موت كله فقدان أحباب هنا عندما تمطر السماء فهي تمطر وابلاً من نيران المحتل وشضاياه وعندما ترب الأرض تهتز من صدى القنابل والقذائف فتنبت شهداء منهم من لم يخبر من الحياة إلا سنين جدباء أو حتى أياماً ضنت بالأمن والغذاء واكتست بمجهول مخيف أنا نفسي كون معاي فلوس وروح أشتري لأولادي كل إشي بتمنوا بالخصوص خاصة عشان العيد لأن الأطفال إذا ما فرحوش في العيد واكتش بدون مفرحها إيش ذنبهم هذول؟ إيش ذنبهم؟ إيش ذنبهم؟ المدارس نحرموها؟ أول شغل نحرموا التعليم نحرموا الحياة الحلوة فبعد أكثر من 250 يوماً عجافاً ثقالاً لا تزال تنحصر يوميات من سكنوا القطاع أو ما زالوا في دوامة النزوح بين ترهيب وقتل وتقويع الاحتلال الوحشي إنجاز التعبير لأنه نجح بامتياز في إفراغ كل مصطلح يميراً يدت للبربرية بصلة من معنى بات ولا يزال آلة قتل عمياء سادرة في غيها لا تعي سبباً لما ترتكب فواهمونهم إن اعتقدوا أن جرائمهم ستحقق لهم ما يرونه أمناً أو استقراراً وقد نرى هذا الطفل إن لم ينضم إلى قوافل الشهداء قد نراه العام القادم وهو لا يزال يحتفظ بابتسامته معلناً انتصار الحياة في العيد القادم